أجرى التلفزيون المصرية لقاءة خاصة مع عدد من نواب مجلس الشيوخ حيث أكدوا أن الدولة تواصل اتخاذ العديد من الإجراءات والبرامج التي تكفل حماية ذوي الاحتياجات الخاصة وتقوم بدعم متطلباتهم في المجتمع لأشخاص ذوي الإعاقة لهم احتياجات خاصة لهم رعاية صحية رعاية اجتماعية وبالتالي وزارة التضامن هي تعتبر المسؤولي الأول عن هذه الخدمات بالإضافة لوزارات أخرى فطلب المناقشة العامة النهاردة من نائبة حياة خطاب كان هدفه هو إطلاع الحكومة ومنقشتها في الخدمات التي تقدمها ومدى جودتها وهل هي كافية ولا لأ وهل محتاجة تحسنات أو إضافات ودي كان يمكن الفحوة بتاع معظم مدخلات النواب بتوع النهاردة الحقيقة أن الطلب الذي تقدم النهاردة من نائبة حياة خطاب معني بالإجراءات أهمية تسريع الإجراءات الخاصة بزوء في المشاكل اللي بتواجههم سواء في الحصول على مشروع كرنيء الخدمات المتكاملة أو المشاكل اللي بتواجههم في الكطاع الصحي بشكل عام نلاقي اهتمام من الدولة النهاردة لزوء الاعقة وكان طلب المناقشة حقاً إحنا لما كنا بالنقشة القضية قلنا أن كيف الدولة المصرية اهتمت عندنا حقوق دستورية موجودة وكفالها الدستور لزوء الاعقة عندنا قوانين والتشراعات عندنا عام 2018 كان عام زوء الاعقة عندنا سنديق خاصة لزوء الاعقة عندنا مجلس قومي لزوء الاعقة فعندنا بنية تشراعية حيائية نقدر فعلاً نحقق من خلالها كل احتياجات زوء الاعقة طيب الفجوة كانت فين؟ ده كان طلب المناقشة النهاردة إزاي أننا محتاجين نحط إيدينا على الفجوات المعاقب النهاردة لإحتياجات تقريبا في كل وزارة إذا والإعاقة هم جزء لا تجزأ من المجتمع المصري اهتمام بهم وإلى الرعاية الكافية لهم أمر ضروري وغاية في الأهمية القيادة السياسية بتوليهم أهمية ورعاية كبيرة الحقيقة وده لازم يترجم أيضا على أرض الواقع من خلال الجهات الحكومية والتنفيذية المختلفة